الاهل النهاردة دخل بغيابات كبيرة جدا بنتكلم عن إصابات ضربت صفوفه بس فيه غيابات مع منتخب مصر محمد الشناوي الحارس الأساسي مع منتخب مصر أيمن أشرف المدافع الأساسي مع منتخب مصر حمدي فاتحي وعمر السلاية رقم 6 ورقم 8 الأساسيين مع منتخب مصر محمد شريف مهاجم الفريق الأساسي مع منتخب مصر فيه غيابات كبيرة جدا للإصابة برستاو وبدر بنون كلها أسماء غابت بسبب الإصابة النهاردة لكن الحقيقة إن الأهلي من الدقيقة الأولى ما حسناش معاه إن فيه غيابات ودي كانت بصراحة يعني حاجة تحسب ليه بيتسو موسماني الموديل الفني اللي بيواصل الاعتماد على طريقته 3-4-3 بشكل عادي جدا الراجل من بداية الموسم بيلعب بـ 3-4-3 مهما كان اسم المنافس مهما كانت الغيابات مهما كان أسماء اللعبين بس فيه طريقة لعب عرفينها للأهلي لو تفكروا السنة اللي فاتت كانت دي أول المواقف أو أول السلبيات اللي كانت بتواجه موسماني إن أنت ما بتحسش إن الأهلي عنده تشكيل ثابت أو طريقة لعب سبتة وإن الراجل ده بيفكر كتير بيفكر كتير قوي عنده overthinking لما يجي لعب البنك الأهلي بيفكر ولما بيجي لعب الزمالك بيفكر ولما بيجي لعب سنبة تنزاني بيفكر عكس ما كان جمهور الأهلي عايز طبيعا أن أنت بتفكر قبل المطشاط الكبيرة لكن المطشاط اللي بتبقى أقل من كده بيبقى المفترض إنه جمهور الأهلي مستني تشكيل ثابت للأهلي طريقة لعب سبتة للأهلي عشان الأهلي يقول اللي يفرد شخصيته على الفريق اللي بيلعبه مش العكس فالحقيقة السنة دي من الواضح إن بيتسو موسيماني يتعلم من الدرس ده فهم كويس جدا جمهور الأهلي عايز إيه النادي الأهلي محتاج إيه فطريقته ثابتة 3-4-3 النهارده رغم الغيابات